يواصل المنتخب الوطني لأول استعدادته لملاقات المنتخب زنبيا في الجولة الأولى من دول المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المنتخب الوطني سيفتقد أبرز أسلحته الفلتاكا بالمباراة بعد تأكد غياب مهاجم نادي أريس اليوناني أبو بكر كاميرا بداعي الإصابة وتأكد غياب الظاهر الأيمن الدياو اللاعب الذي يضع اللمسات الأخيرة على عودته للاحتراف بالخليج وبجنوده القدماء واللاعبين الجدد يسعى المنتخب الوطني إلى بداية جيدة في التصفيات وحصد ذلاث نقاط ذمينة يضعها في حسابه في سباق تحصيل النقاط نحو خطف البطاقة الوحيدة عن مجموعته المؤهلة للدول الأخير من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس العالم المنتخب الوطني يعرف كيف يسير الأمور في المباراة الحاسمة فأصبح أكثر تمرسا وأكثر ذقة وأكثر تمسكا المنتخب الوطني مع التشجيع المنتظر من الدولة والجماهر الرياضية والثقة التي وضعت فيه سيسعى لخطف نقاط المباراة لتكون المباراة الثانية عبارة عن البحث عن المزيد من النقاط إن تحقق الفوز فهو المرجو وإلا فتقليل الخسائر والبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار والعودة بنقطة في التصفيات من المهم عدم الخسارة ولكن في البحث عن مقعد واحد مع ثلاث منتخبات ومن ست مباريات ذهابا وإيابا فالفوز في أربع مباريات من أصل ستة يجعل المنتخب الوطني الأقرب إلى الفوز بالبطاقة المؤهلة للدولة الحاسمة وفي حال حقق المنتخب الوطني ما ترجوه الجماهير وما يتمنىه كل محب للمنتخب وهو الخروج للمرة الأولى من دول المجموعات في التصفيات دون خسارة فستكون بداية عهد جديد للمنتخب الوطني وللكرى الوطنية عموما